السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين على الكرام اهلا مرحبا بكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين ان شاء الله النهاردة اخوان العزاء هنتكلم عن تفسير رؤية الثياب في المنام وتفسير رؤية الثياب الملونة في المنام يعني ان شاء الله هنتكلم عن الثياب بجميع الوانها في المنام اخواني العزاء الثياب بتختلف من الرجل للمرأة لون السوب نفسه بيختلف من الرجل للمرأة يعني مثلا في سوب الوان خاصة بالنساء لو شافتها النساء في المنام محمودة للمرأة ولكن غير مبشرة للرجل آآ ان شاء الله آآ النهاردة اخوالي عزاء هنتعرف على آآ كل حاجة بخصوص السياب والوانها في المنام كمان ممكن نتعرف على السياب المتسخة او السياب المتقطعة في المنام آآ قبل ما نخشف تفاصيل الفيديو احبا لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشعارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عنده حلم او رؤية وحابي يفصرها ممكن يكتب تعليق اسفل الفيديو وان شاء الله انت وصل معايا وارد عليه في اسرع وقت ممكن اول حاجة يا اخوان العزاء معنا النهاردة السياب المقطوعة والسياب المتسخة يعني ايه الكلام ده يعني الشخص ممكن يشوف في الرؤية بتاعته ان السياب اللي هو لابسها متقطعة او متسخة يا اخوان العزاء الرؤية دي بتدل على بعض المشاكل في حياة الرأي او في حياة الشخص اللي لابس اللبس في المنام يعني مثلا آآ ممكن تشوف آآ شخص صديق ليك مثلا او صديقة ليك تلاقي السياب اللي هي لابسها متسخة عليها بعض الاوساخ مسلا طين او قزرات او حجاج زي كده اعزاكم الله دي اشارة الى ان الشخص اللي هو لابس السياب ده عنده هموم وعنده مشاكل والمشاكل دي آآ هتعلم فيه هتأثر فيه وهتقعد معه فترة كذلك الامر اخوان العزاء آآ ممكن تشوف شخص زي ما قلنا آآ سيابه متقطع ايضا الرؤية متعلقة بالشخص اللي هو لابس السياب يعني الرائي رائي لو هو اللي لابس السياب المتقطعه يبقى الرؤية تخصه هو لو انت الرائي شفت شخص ثيابه متقطع يبقى تخص الشخص اللي هو سيابه متقطعه واحد يقول طيب انا شفت شخص سيابه متقطعه ولكن الشخص ده متوفي هقول لك يا اخي الكريم ان الشخص المتوفي ده فيه مشاكل بين اهله او ان الشخص المتوفي ده في بعض الامور المش كويسة. الله اعلى واعلم هو كان بيعملها في حياته. فآآ يعني انعكست عليه في الاخرة انه هو يعني اعزاكم الله يعني ممكن يكون بتعزب بالحاجات دي في الاخرة. يعني مسلا واحد بيأكل اموال يتامة. اعزاكم الله واحد مسلا كان بيمشي بالنميمة بين الناس. اكيد هتشوفه في هيئة مش كويسة في المنام. سياب متسخة بتاعته سياب متقطعة. كمان ممكن يكون بسبب مشاكل بين قريبه اه او مشاكل او ديون عليه. الله اعلى واعلم. فطبعا احنا زي ما قلنا الحالة اللي انت بتشوف بها الشيء ده او السياب المتسخة او السياب المتقطعة دي بتخص الشخص اللي لبس السياب. ما بتخصش الرائي. الا لو كان الرائي هو اللي سيابه متقطعة او اه سيابه متسخة. كده تمام. اه نرجع كمان اخواني العزاء نقول اه الوان السياب ودلالات الوان السياب في المنام يعني انت مسلا انا شخص رائي شفت نفس ان انا لابس سوب لون معين في مكان معين مسلا. اه شفت نفس لابس سوب ابيض سوب اخضر سوب ازرق مسلا. اه سوب اسود. عزاكم الله. اه طيب اه بيدل عليه الحاجات دي. الالوان دي هنتكلم عنها برضو. اه خليكم معنا لنهاية الفيديو. بالنسبة لالوان السياب في المنام. وطبعا للعزباء بتختلف عن المتزوجة بتختلف عن المطلقة. اه مثلا السوب الابيض في المنام. هل ان السوب الابيض في المنام رؤيته كويسة? نعم رؤيته كويسة ورؤيته جميلة جدا. وبتبشر بتحقيق امنيات ان شاء الله. طيب بيشير ايه مثلا لو فتاة عزباء? بيشير لها ان هي ممكن تزوج ان شاء الله. او بيشير مثلا ان هي هتحصل على شيء هي بتتمناها. يعني من الشرط زواج ممكن مثلا ان هي بتبحث عن عمل او وظيفة. اه بتفكر تسافر. بتشتغل في شغلانة معينة. اه امنيات كتيرة جدا طبعا. كمان اخوان اعزائي السياب الابيض للمطلقة بيدل على اصلاح احوالها وربما ان اصلاح مشاكلها مع زوجها ان شاء الله. وللمرأة المتزوجة ده ايضا اصلاح احوال وممكن يشير الى ان ان شاء الله ربنا هيرزقها بل نوتة كويسة كده بازم الله تعالى. كذلك الامر اخوان زي رؤية اللون اه الاخضر مسلا. اللون الاخضر لما الشخص يشوف نفس ان هو لابس لون اخضر في المنام دي بشارة ليه سواء الرجل او امرأة سواء عزباء او متزوجة او مطلقة. اللون الاخضر في المنام ده بشارة ويبشرنا بخير ان شاء الله خير كبير جدا كمان. طيب حالة الرأي ايه اللي يشوف اللون الاخضر? انا مسلا شفت اللون الاخضر انا لابسه في المنام دي علامة على يعني ممكن تقول على رضا الله عليك. آآ اللون الاخضر لباس اهل الجنة. كمان انت شفت شخص لابس لبس اخضر دي حاجة كويسة جدا. حاجة مبشرة ان شاء الله. آآ بالنسبة للون الازرق. اللون الازرق في المنام بيدل على الرزق. مسلا واحدة شايف نفسها ان هي لابس عباية زرقة. او مسلا الرجل شايف نفسه ان هو لابس عميس ازرق. فدي ان شاء الله بشارة وعلامة على الرزق القادم اللي هيحصل عليه الشخص سواء الرائي او آآ الشخص اللي كان لابس الاميس في المنام. كمان اخواني عزائي رؤية اللون الاحمر. اللون الاحمر بينقسم لشقين شق للرجال وشق للنساء. اللي مختص بالنساء ده لون كويس ومبشر للنساء. حاجة كويسة ان شاء الله. ممكن اموال ممكن زواج ايضا. اما بالنسبة للرجال فاللبس اللون الاحمر في المنام رؤية غير محمودة. ممكن تدل على هموم الشخص الرائي. اللي هو مسلا يشوف الرؤية دي. او مسلا الشخص اللي كان لابس اللون الاحمر. لو هو رجل لابس لبس احمر مثلا. ممكن يدل على ان الشخص ده هيصاب ببعض الهموم. كذلك الامر اخواني عزائي رؤية اللون الاسود في المنام او اللبس الاسود في المنام. ممكن واحد يقول انا كنت لابس بدلة سودة في المنام. هقول له رؤيتك مش كويسة. دي رؤية مباشرة جدا. لانه هو اللبس الطبيعي بتاعك. يعني انت انت هو لبسك كده مثلا بدلة سودة امس اسود. اه عادي. اما مثلا لو واحدة مثلا رأيت في المنام ان في فرح. والعروسة لابسة لبس اسود. اه رؤية غير محمودة. عزاكم الله. كمان ممكن مثلا يعني اللبس في غير موضعه. احنا بنقول فرح. مفروض لوحدة تلبس ابيض مثلا فستان احمر فستان اخضر مثلا. اما انها تلبس فستان اسود. ده ممكن يدل على ان في بعض المشاكل او بعض الامور الصعبة. اه اتمنى ان المعلومات تكون وصالتكم وشكرا لكم على المشاهدة. ولو حد عنده رؤية بخصوص الوان الفساتين. ممكن يكتبها تحت الفيديو ان شاء الله هرد عليه ونفسرها له في اسرع وقت. شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.